ابتعد وإلا هشمتك بهذه العصة لا تقول لي إنك تدينين بالولاء لسيدك كما كان يقول هذا العبد الباعث ليس بسيدي إنما نخاز حقير نشتراني من نخاز أكثر حقارة منه اهدعي إن شئتي أعدت لك عظام ساقي لمكانها أنا لا أريد منك أي شيء وإن أردت سنستحبك معنا لك أن يداوي ساقك وما المقابل؟ لماذا؟ ما غايتكما؟ نحن نفعل هذا لأن الإمام طلب مننا أن نساعد منهم بحاجة للمساعدة دون أي ماربة أخرى هل أنت بحاجة للمساعدة؟